هذا البرنامج بدعم من الفلسطينية للإقراض والتنمية فاتن اشتركوا في القناة نرى الناس كيف تذهب و تجي مع هذا المثل أنا إلي قرض منها أنا يلا خلال نروح نشوف أقول لك بوس الكلب من ثمه عشان تاخد حاجة تكمنه والله واحد تعباني يجب يزعص الواحد و يشوف الشباب الطيبة هيك شو أخباركو شباب؟ والله داحي والله إيه ساعد مساكم؟ إيه ساعد مساكم من الله يا عم كيف حالك؟ والله داحي حسن في مثل بقول بوس الكلب من ثمه كمل شو هو؟ كيف حالك؟ يوقف بقول كيف حالك؟ حسن في مثل بقول بوس الكلب من ثمه عشان تاخد غرضك منه شو رأيك بالمثل هذا؟ شو رأيك بالمثل هذا؟ عظم المثل ألف 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 يعني زيندي مصلحة أنه عند أدل أبوسو؟ شو تبوسو؟ شو تبوسو؟ بشكل واضح ماشي معاك آه واضح يعني شو بيحثني عشو بيوجيهني هذا المثل؟ واجهك يعني مستيس مع العالم كل الإنسان على عقله موسيقى موجة أنا بنتي الكلب علشان أنا أبوسو؟ حسن في مثل بقول بوس الكلب من تمو؟ لا عشان تاخد غرضك منه اه ايش اسويه ايش معناه عندك هذا؟ الله دا ما بعرف أمو تعرفوش؟ نهائي ما شفتوش ماشي من هان؟ ما لكش اش في الأمثل؟ ولا ايش ولا من هان من هان؟ حاول يا رجل ولا ايش ولا طاير اشي ما شفتو؟ كلب دي كون طاير؟ هذا كلب السماء كل صلوتكم طايرا امشي مع كل واحد على العقله عشان أخذ الغرض منه عشان أخذ البدية منه مصلحتي منه طيب هلأ مش هذا تطبيل؟ كيف عن تطبيل؟ يعني تسحيج لا مش تسحيج أنا بنظري مش تسحيج ولا؟ بقول لك بوس الكلب من تمو عشان تاخد حاجتك منه بمثل بقول لك بوس الكلب من تمو لا يازم تسيبك جرب بصيبناك جرب عشان أخذ مصلحتي منه بتبوس الكلب عندي الكلب حاجة أولي؟ يا سيدي اه يا سيدي كمي لا اه يا ريج والله فلتها علي قدك تدريد تدريد تدخدها منه اه هذا مثل قديم يعني طب هو كلب يعني هدي يعرفيه يعني زلم من جس سيدي كان الله يرحمه شو يقول بوس الكلب من تمو اذا تاخد غرار لك منو بصور شو رأيك في هالمثل؟ مني؟ بتبوس الكلب؟ نفس المثل هذي قول لي بدك من اشي لو انه بسواش ولا اشي ولا اشي بس بدك ماشي معه بدك تخلق كلب معك ولا كلبي عوي عليك ولا اشي انا بدي الكلب على شخص اه انجلس اي دونت نو عربي اذا قلتلك المثل انه بوس الكلب من تمو تاخدارك منو عندك جواب يس نو يس نو يس نو ميبي يس نو ميبي تانكيو بلبون تانكيو موبيل تتش تانكيو 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 بيريك بيريك ولا اشي في واحد نشتك تاخد منو مصلحة بتبوسو تبوس ايدو او ببوس عشان تاخد مصلحتك اه بشو سريع انت ولا اشي اش انتهو الممثل اللي اي وا انا هو شو اسمي ابو ليلا فادي فادي حسا بي مثل بقول بوس الكلب من تمو اه كمل تطلع الشر لامو يا سلام الله اكبر الله هل بتلعب الرياضة بتلعب مين الكلب تلعب الرياضة اه بلاعب ها بتلعب الكلب هو هتوقع يا سلامي فاهمين مش حافظين مش عارب اولا حافظين مش فاهمين الخاف قدب حالي من الدرج شو رأيك فالمثلا مش صحيح كيف مش صحيح لانه بغضة في حال النفاق اه ها فيه نفاق اه ها فيه نفاق فيه نفاق مع نفاق صحيح نفاق اه نفاق ما شي كان عظي ما مش رح يجي زال حل طبعا بقحكي لك الكرامة تضح بالدماء يعني ترش تخلقها عشر ماديا بقل ماديا ماديا قرار من الكرامة بكتير يعني هذا المثال بخلينا نضربها المثال علينا روح اصير عميل مع اسرائيل مشان ادخل اشتغل في اسرائيل أضر بلدي بشأن أدخل أشتغل في إسرائيل كيف نأخذ مصلحتنا مثلاً من حدا معين؟ بالحق لذلك نقاتل اليهود نقاتل أي إنسان حتى نحصل على كرمتنا فقط مع أن تكون شغلات ضمن القانون طبعاً بس ضد أنها تكون شغلات سيئة أو مصالح شخصية ثانية طبعاً لما يكون فيه ثقافة وتعليم تكون الأجوبة عن جد مرضية شكراً لك عزيزي هلا إذا فيه كلب يا جماعة ما أمن بوصي عن من كلب نجي شكراً لك بس لنهات حلقتنا في بيت لحم والمثل كان بوصي كلب من تمه إلى تاخد غراضات منه وش ما نقرأ الناس وفلنا شو كان يفهمين الكلب إحنا مش مع التطبيل يا عمي حاكم راستك في حلقة جديدة ونشوفكم موسيقى موسيقى